السلام عليكم و اهلا بكم في حلقة جديدة مع اسامة يا صباح الفل يا صباح الخير يا صباح ربما المفاجآت هذا اليوم ربما يحدد بنسبة كبيرة الفريقين اللي هيلعبوا مبارات السوبر المصري في دولة الامارات العربية الشقيقة يوم خمسة خمسة ايه ده هم لسه يتحددوا هو مش المفترض ان هم اهلي وزمالك ومش المفترض ان التذاكر اطرحت للبيع ومش المفترض ان التذاكر انتهت ومش المفترض كمان ان تم حجز تذاكر الطيران اه كل ده بالفعل تم واقول لكم موقف النادي الاهلي من تذاكر الطيران ولكن المهم بالنسبة لي ان انتوا لازم تعرفوا ان النهاردة مرحلة حاسمة جدا في طرف ربما لو كان جدي في كلامه هينسحب ولما نتكلم عن الكلام الجدي بنروح عن النادي الاهلي النادي الاهلي لو تم حرمان الاهلي من لعبه محمود عبد المنعم قاربا في مباراة السوبر لن يلعب هذه المباراة لان ضجوط الجمهير على النادي الاهلي في النقطة دي ان هو يتنازل عن حقوقه هتبقى صعبة جدا 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 واعتقد كل تحرقات النادي الاهلي حتى شكوى الوزير شخصيا بتقول ان النادي الاهلي لن يفرط في اي حق من حقوقه القصة مش متعلقة بمادة الاضافة الفنية لمحمود عبد المنعم قاربا من عدم والنادي الاهلي فاز وخد السوبر على حساب الزمالك بتقلق كريم فؤاد وتقلق برونو سافيو والقصة مش وقفة على لعب في النادي الاهلي على الاطلاق والحقيقة القصة باختصار شديد هو محاولة الوزير ان يضغط على النادي الاهلي محاولة الوزير مجاملة نادي الزمالك محاولة الوزير حل مشاكل نادي الزمالك على حساب النادي الاهلي في قضية محمود عبد المنعم قاربا وبالتالي القصة مش قصة اضافة فانية اللعب قدم هي قصة مبدأ وبناء عليه النادي الاهلي تقدم بشك وشخصية في القضايا الاداري ضد الوزير شخصيا بصفته شايف تشكيل لاجنة الانضباط بشكل غير قانوني وموافق عليه ولما يتدخل والشكل اللي خدته الوزارة كان شك سلبي تماما ولو عايزين تروحوا الكواليس الكلام اللي انا اتكلمت فيه واستبقت الاحداث فيه ويعني كنا لنا السبق في الكلام عن ازمة السوبر وازمة النادي الاهلي وضغوط الدكتور اشرف صبحي على الاتحاد يعني ممكن تشوفها في حلقة الامس سواء الحلقة الصباحية او الحلقة المساعدية اللي كانت مكملة لحلقة الصباحية ازا ربما بشكل كبير جدا النادي الاهلي لن يكون متواجد في بطولة السوبر تقول لي طب يفرد لجنة الاستقناف او لجنة التظلمات طلعت النهاردة اللي رئيس اللجنة يعني المستشار عدل الشرباجي وقال انها هنتم ايقاف كل شيء ويتم ايقاف عقوبة قاربة لحين الحسم في مسألة او القضاء او الشكوى التي قدمها النادي الاهلي للقضاء الاداري هقول لك هنا موقف النادي الاهلي تمام مفيش اي غبار حقنا محفوظ تماما اذا هنشارك فيه المباراة عادي جدا ولكن وقتها نادي الزمالك هل هيتراجع انا بقول لك لا نادي الزمالك خلاص اتصور بالبدل وكأنه رايح مسابقة كأس العالم للاندية على نهج النادي الاهلي وبالتالي نادي الزمالك زي ما قال رئيسه بالضبط احنا عاديين بالمصة اصب على على القناة لكن رايحين كده كده نلعب المباراة وكذا مرة اعمالها في قطر مش مسافر وهتسافر وكل مرة بيعمل ده على انه خداع استراتيجي لكن النادي الاهلي ما عندوش حاجة اسمها خداع استراتيجي هتيجي على حق النادي الاهلي مش هلعب في المباراة ايا كانت العواقب ولا عواقب هتكون سنتين ايقاف من بطولة السوبر وغرامة مليون جنيه وده بالنسبة للنادي الاهلي امر عادي جدا لا جدالة فيه في حين ان هو الخسائر اللي هتعوض على النادي الاهلي والصورة الزهنية لنادي الاهلي ده جاء مهيره اذا قرر اللعب بعد الضغط وظل من محمود عبد المانو قربه يكون الامر صعب جدا في المقابل فريق برامدز جاهز تماما تماما ان هو يحارب على البطولة دي حتى لو كان احمد حسان ميدو قالك ان فريق برامدز لاني مشارك في هذه البطولة في حالة اعتذار الزمالك ده في حالة اعتذار الزمالك لكن في حالة اعتذار النادي الاهلي فريق برامدز هيكون موجود وتبقى بطولة حبية بشكل كبير جدا الفريقين على علاقة وطيدة جدا جدا من بعض والامور يعني ولاد عام جدد والحقيقة يعني بنقول هارد لك لفريق برامدز الخروج من فريق مغمور يعني انا مش فاكر اسمه الحقيقة من جنوب افريقيا بيحتل المركز تقريبا قبل الاخير في الدوري الجنوب افريقي بعد الهزيمة 1-0 في جنوب افريقيا فارد لك لفريق برامد ممثل مصري في البطولة المفدرالية اللي بيؤكد او بيضيف العلامة الكاملة للنادي الاهلي خلال السنوات الماضية وبيزيد المسئولية عن نادي الاهلي ان خلال السنوات الماضية زي ما قلت النادي الاهلي بيحارب عن سمعة كرة القدم مصرية في افريقيا ومحمد صلاح بيحارب عن سمعة اللعبة المصري في العالم وبالتالي اذا قلنا فيه نجاحات لكرة القادة المصرية خلال السنوات الماضية هي متمثلة فقط لغير في النادي الاهلي ومحمد صلاح ما دون ذلك اخفاق فشل 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 يتبعه فشل ينتظره مستقبلا فشل لان كل الامور بتظهر حول النادي الاهلي بشكل كيف تعرقل النادي الاهلي مش كيف تساعد المنظومة على النجاح بدءا من وزير الشباب الرياضة مرونة بكل عناصر المنظومة الرياضية منهم المغلوب على امره ومنهم صاحب القرار وصاحب المحاولات الاكثر لعرقلة النادي الاهلي فارد لك لفريق برامد والسؤال اللي طرحه الاستاذ احمد خضري يعني المدير المركز الاعلامي او اللجنة الاعلامية الاصبق في نادي الزمالك هو ليه في جماهير ممكن تكون بتفرح في نادي برامد الاخروج الافريقي من فريق مغمور في جنوب افريقيا برغم ان الفريد عمرو مخرج مثلا من دور المجموعات والاشارة لجماهير النادي الاهلي لكن دور المجموعات ديناقلقت منها هل هو يقصد يشير لجماهير النادي الزمالك جماهير النادي الزمالك مفرحتش في نادي برامدل لكن خلينا اقول لك ان تصرف الجماهير او استاذ احمد مختلف تماما عن تصرف المسئولين فلما تيجي تتكلم عن جماهير لازم تحط في اعتبارك مثلا مثلا يعني يكون النادي ده لما تم انشاؤه كان عشان يواجه النادي الاهلي ويعرق المس promoted الانشاء كان بيستخدم الدعاية لانشاءه كان بيستخدم سلوجان دايما ضد النادي الاهلي والمبادئ وشجع الازرق ومبادئ حقيقية مش مبادئ مزيفة مثلا يعني يكون النادي ده طلع مسؤول منه مدير لجنة تعقدات يقول 90% من بطرات النادي الاهلي بالمجاملات مثلا فده استفزل الجماهير يكون النادي ده بيحاول ان هو يخطف لعيب النادي الاهلي ويغواءهم بالمقابل المالي المبالغ فيه مثلا يكون النادي ده بيتحدث عن قصة وان هو قادر على اسقاط النادي الاهلي من على عرش بطلات المصرية مثلا كل دي اسباب يا استاذ احمد لازم تحطها في الاعتبار لان في النهاية انت بتخاطب جماهير فلما مسؤول يطلع في نادي برامد يول 90% من بطلات النادي الاهلي مش من حقه وده واضح تصريحه وواضح وتقال يعني ونقدر نجيبه لك فطبيعي جدا تلاقي الجماهير مش حابة ان فريق برامد يكون متواجد بالشكل ده ده جماهير لما يطلع لاعب من ابناء النادي الاهلي ويروح يقول اصلا رايح للطموح الحقيقي فطبيعي جدا يكون الرد عليه يعني طموحه تعالى بسرعة يعني ده حاجة طبيعية جدا لكن اللي مش طبيعي ان انت ما تسألش السؤال ده لما جماهير نادي الزمالك احتفت بفصة ايضا الجنوب افريقيا على النادي الاهلي بالرغم مثلا ان جماهير نادي الزمالك فريقها بيخرج من دور المجموعات اللي مش طبيعي ان انت تبقى عارف قوي ان جماهير نادي الزمالك بتتبدل مواقعها مع الفرق اللي بتواجه النادي الاهلي سواء البطولات الافريقية او البطولات العالمية وكل يوم بتيشرت الفريق المنافس للنادي الاهلي وتبقى مش واخد بالكم مش بتسأل السؤال ده الغريبة يا سيد احمد والغير طبيعي ان انا بالفعل برد عليك دلوقتي بس احنا بس حابين نوصل رسالة للناس ان يا جماعة تذكروا مناصبكم وتذكروا مسئولياتكم عن الكلمة ولما تيجي تطرح سؤال يبقى متأكد 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 ان فيه الف اجابة على السؤال ده المشكلة مش في الجماهير المشكلة في المسئولين وبيننا بنتكلم في المشكلة في المسئولين هروح لمباراة الكرة الطائرة وانا مقدر جدا زعل جماهيري النادي الاهلي وانا تحديدا زعلان اكيد يعني ان انت اللعبة اللي انت مسيطر فيها تماما ان انت صاحب الارقام القياسية ان انت فريق الماسترز المية واثنين مباراة بدون هزيمة الرقم القياسي بيتحول في اخر مسلمين ان هو بيوزم محليا امام فريق نادي الزمالك برغم ان النادي الاهلي مثلا في الدول السنة دي واجه الزمالك خمس مرات قبل المباراة النهائية فاز في الخمس مباراة بخمستاشر شوط مقابل شوط فلما تيجي تخسر بالشكل ده اكيد من حق تزعل كمشجع للنادي الاهلي لكن الغريب بقى ان مش من حق المسئول على الاطلاق جيب وايب بيرقص على المنصة عيب عيب لا سنك بيسمح بدا ولا منصبك بيسمح بدا ولو سنك بيسمح بدا خارج منصات التتويج كالافراح المفترض سنك ليسمح بدا على المنصات حضرتك مسئولة في اتحاد الكرة الطائرة والغريب جدا ان مثلا في بطولة الكرة القدم سواء كاس او سوبر بينزل رئيس الاتحاد بنشوف بس رئيس الاتحاد ما بنشوفش لكابتن حازم يم ولا كابتن بركات ولا لحج عام الحسين ولا لدكتور اهب القومي ولا الناس دي مع كامل احترامنا الاسمي يوم موقفين على المنصة ليه بقى هناك حمزة لازم تكون على منصة التتويج دايما وباستمرار ليه يعني ليه هل انت صاحبة الكرة صاحبة الاتحاد طب لو انت صاحبة الكرة وصاحبة الاتحاد ما ينفعش تبقى صاحبة النادي ما تبقى صاحبة اللعيبة ما ينفعش بقى انت وانت بتسلمي المدالية وقفة بتتنططي وبتشاوري بالمدالية اللعيبة نادي الزمالك انت المفترض مسئولة دلوقتي احنا نتوسم فيك اصلا اي نزهق او عي عدلق او اي شافع ازاي اصلا وده مش مهم الحقيقة يعني لان احنا مش متوسمين ده لكن الجريب صدقيني والله ان انت بتقضي على سوية بنتك بكل الطرق الممكنة بنتك لعيبة عندها وطر ايكليس وبعيدة تماما الموسم ده عن نادي الزمالك وعن فتاة الكرة الطائرة في نادي الزمالك ايه بقى قصة انها تروح لكرة الطائرة رجال وتتصور بالكاس وتنزل يعني يعني ايه ده ايه ده بجد يا فين الناس المسؤولة عن الناس دي يعني بجد والله فيه ايه ولكن في النهاية يعني احنا بندفع ضريبة بعض الاخطاء في ملف الكرة الطائرة النادي الاهلي قدم الشكر للكابتن ميلوم صلحي والحقيقة مش عاجبني التطول والتجاوز في حق الكابتن ميلوم صلحي لان الكابتن ميلوم صلحي حق بطرات كبيرة جدا وكتيرة جدا مع النادي الاهلي الكابتن ميلوم صلحي هو صاحب الرقم القياسي في عدم او سلسلة المورات بدون هزيمة اه كان غير موافق البطولة دي او السنة دي والسنة الماضية ولكن يا جماعة لا تنسوا التاريخ هيستنتقد انتقد بهدوه لكن اشتي ما توصل وابنه يدخل يرد على بعض الناس اللي هم يا جماعة طب تشلموا ليه انتقدوه يا جماعة احنا النادي الاهلي واحنا منتمين للنادي الاهلي ولو ما بنقدرش الناس اللي بتخدم النادي الاهلي في وقت في وقت ما مستوى يتراجع هتبقى في مشكلة كل الناس معرضة انها ابقى ندون كل الناس معرضة انها مستوى يتراجع كل الناس معرض للاخفاق فلو احنا ما كناش رحماء بالناس اللي عملت تاريخ النادي الاهلي في وقت اخفاقها عيفا الامر صعب جدا جدا والله يعني انا يعز علي قصة اه ساعد ببقى قاعد فيه متشاط يا احمد يا صلاح مش دي كرة لعبة لكن ده احمد صلاح يا جماعة واحد وستين بطولة ده عبدالله عبدالسلام يا جماعة تسعة وخمسين بطولة ده اللي اتنين معرضة دولت كده مجموعة بطولاتهم مية وعشرين بطولة ده تاريخ نادي الزمالك كل اربعة واربعين بطولة يا جماعة في ايه في ايه فرفقا رفقا بالناس اللي منحت النادي الاهلي حتى في لحظات الاخفاق طلعت الاخفاق شكرا يعني نتمنى لك خطوة موفقة نتمنى لك خطوة افضل لكن نهدأ على الناس ده باختصار شديد موضوع القرى الطائرة ولكن كل ده كل ده لا يسوي اي شيء على الاطلاق مع كامل احترامي مقارنة بحجم ان انت بتلعب نصف نهاية دورة ابطالة افراقية فما تخليش حد سازج يسلب منك فرحتك بانك فريق ناجح ومحق نجحات على مساوية كرة القدم في بطولة من العاب الصلاة يعني مع كامل احترامي وتقدير لكل الناس ومنهم زميله واصدقائه محب وبحبهم جدا ولكن في النهاية لا تقرن على اطلاق مش عبية كرة القدم لكن هي نقطة اخيرة فقط لغير هيفضل التزييف والتضليل لحد يمت على قناة نادي الزمالك انهم يجيبوا صورة قديمة من 2019 للكابتن محمول خطيب ان هو منتظر في العربية نهاية المباراة في بطولة الكأس مصر في الكرة الطائرة رجال بالمناسبة الكابتن محمول خطيب اصلا مش محتاج في الصالة دي ان هو يقعد في العربية لان بينه وبين الصالة بين بيته اللي هو قائم فيه وبين الصالة ثلاث دقائق ماشي يعدي الطريق بس متخيلين ثلاث دقائق بس يعدي الطريق فهو مش محتاج يقعد في العربية هو يقعد في بيته معزز مكرم لو هو عايز يشوف المغاراة كاملة جدا ويشوف البداية مرسم التتويج عادي جدا وتلاقيه نزل يلا انا هلبس البادلة وهنزل هحط هبقى على المنصة فمش محتاج يكون في العربية فده تضليل وتزييف متبادل لا مستمر ومتكرر من قناة نادي الزمالك ايضا يعني يا اخي انا انا هذكر اسمك لانا هنزل البوست الاسلام صادق يا اخي خلي من اسمك نصيب اسلام وصادق خلي من اسمك نصيب ازاي انت كمان تنشر صورة للكابتن همون خطيب من 2019 فعزى محمود علام وتقول ده تأثر للكابتن همون خطيب بوقسارة فريق الطايرة هو انتم للدرجات دي للدرجات دي وصلين لمرحلة بائسة ان انتم تبحثوا عن اي اخفاق للنادي الاهلي عشان تطلعوا كل ما سويكم بالشكل ده طب ما ما سويكم طول السنة طلع يا جماعة ما تستعجلوش عليها بس تطلعوها حتى في اطار الناس حتى وهي مدائقة منكم تحترمكم لكن كذب وتضليل مش هتجرح ترام لكن هو ده دايما عادة الصغار امام الكبير والكبير يبقى دائما النادي الاهلي يبقى منتصرا فوق الجميع النهاردة قرأت كأس مصر لكرة القدم يعني ان شاء الله هيكون مشوار ستاشر فريق او اربعتاش فريق هيقابلوا اربعتاشر فريق من الدرجة التانية او ستاشر فريق ان لم تكن الزاكرة وباقي فرقتين متدوري هيلعبوا مع فرقتين متدوري فقصة كده يتعامل النهاردة القرأة لمسابقة كأس مصر ان شاء الله يعني بطولة يوفق فيها النادي الاهلي ويحرص اللقبة الاهتمام بالبطولة دي مهم جدا 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 عشان الى 20 سنة الاخيرة لم يكن الاهتمام بالقدر الكافي واعتقد مرسل قولر اينه على كل البطولات ولكن نفكر الاول في المباراة المحددة بشكل رسمي حتى هذه اللحظة حرص الفدول ثم التراجب التونسي وباذن الله نكون لنا قدم في النهائي وباذن الله نحاق بطولة دوري ابطالة افريقيا للمرة الحداشر لان النادي الاهلي هو خير ومثل لقرة القدم المصرية مع محمد صلاح والباقي فشل ثم فشل ثم فشل ولذلك يبقى النادي الاهلي دائما منتصرا يبقى النادي الاهلي فوق الجميع سلام